سلام عليكم اصدقائي وحلقة جديدة متقصة حياة ومعاكم وسامة اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير والدنيا معاكم زي الفل وتمام تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن التشافي بعد انهاء العلاقات وقلنا طبعا ان ده شيء مهم جدا في حياتنا ان احنا نحافظ على علاقات كويسة وان احنا ننهي العلاقات المؤزية في حياتنا او نقللها في حالة ان احنا ما ينفعش ان احنا علاقة نقطعها خالص لان طبعا انا ما بشجعش على قطع العلاقات والعلاقات يعني اللي فيها سلط صاحب وكده بس على الاحتى لو فيها نوع من انواع السمية او نوع من انواع الازم فاحنا يعني لازم نقللها يعني ممكن ما نقطعهاش خالص اه بس لازم نقللها وتكون في ادية الحدود طيب لو العلاقة بقى دي ينفع ان احنا تقطع يبقى لازم نقطعها ونقايح دماغنا عشان هي الدنيا اصلا مش مستهلة فخلينا كده نشوف ازاي بقى هننهي العلاقة يعني احنا اتكلمنا في الحالة اللي فاتت عن التشافي بعد انهاء العلاقات احنا اتكلمنا عن عن اخر خطوة في العلاج وما تكلمناش عن انهاء العلاقة نفسها لسه بقى هو ده اللي احنا هنتكلم فيه في الحالة بتاعة النهضة ان انا ازاي بقى انهي العلاقة المؤزية اللي في حياتي اول حاجة علشان اه نشتغل صح لازم الاول نعرف هي العلاقة دي مؤزية ازاي يعني ايه هي مفاهيم السمية في العلاقات او ايه هي الازى في العلاقات طبعا انا ما بتكلمش هنا بواجه نعام يعني انا ما بتكلمش ان انا دوتي اقول لك العلاقات المؤزية هي العلاقات التي تعمل لك كزا وكزا وكزا لا 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 انا بتكلم على انت هتقعد مع نفسك وتقيم العلاقات اللي في حياتك وتحدد العلاقات اللي فيها سمية او تحدد العلاقات السمة او تحدد علاقات المؤزية اللي في حياتك. طب انا شكيت مسلا ان علاقتي بصاحبه فلاني ده مؤزية سام بتدايقني طب انا احدد هي بتدايقني ليه? اه ايه اللي انا بحسه وصاحبي ده معي او صاحبك دي معي اه ايه وجه الدي وايه وجه القلق وايه وجه التوتر وايه وجه الحاجة اللي بتيجي على اه نفسيتي ايه اللي بتسببها لي العلاقة دي. فدي اول حاجة مهمة اللي انا لازم اتعرف على الانماط واستلوقيات اللي الطرف الاخر بيعملها في العلاقة اللي انا باعتبرها في حياتي سام عشان بس اكون ماشي صح وعشان اكون محدد الدنيا صح. تاني حاجة ان انا لازم بقى احط نفسي انا اولا لما اجي افكر. احط اولوية لصحتي العقلية وصحتي النفسية وصحتي الجسدية لان ده ما قولنا كده في الحلقة اللي فاتت ان العلاقات المؤذية بتسبب حتى انهاك جسدي لان التوتر والقلق طبيعي هيسبب لك انهاك جسدي. فلازم افهم ولازم احط اتماعي عنوان ان انا انا اولا مش انانية هي مش انانية لما اقول انا اولا مش انانية لان انا اولا لما حافظ على صحتي لما حافظ على نفسي لما حافظ على حدودي لما حافظ على نفسيتي ده هيخليني بالعكس مع الناس بقى اللي يستحقوا والناس اللي انا بحبهم هيخليني اديهم اكتر. وهيخليني يبقى عندي قدرة على العطاء وهيخليني يبقى عندي قدرة ان انا حتى احب الناس اللي حولي. انما انا لو منهك من علاقات وحاسس ان العلاقات بتيجي علي فانا مش هعرف حتى ادي ومش هعرف اتعامل صح مع الناس اللي تستاهل بقى. هتضيع كله. فبالتالي لما اقول انا اولا هي مش انا ناية. تالت حاجة بعد ما حددنا اماط السلوك المؤذي في العلاقات مع الناس التانية وبعد ما عديت اولوية لنفسي تالت حاجة ان انا ابدأ احط حدود. لازم احط حدود. دي طبعا الحدود لازم تتحط في اي علاقة مهما كانت. لازم تحط حدود سبتة واضحة. لما نيجي بقى للاطراف المؤذية في حياتنا. فلو انا مش هعرف انهي العلاقة خالص يبقى لازم احط حدود. احط حدود صارمة بقى. يعني لو انا لو انا مطالب او الصح اللي انا في كل علاقاتي احط حدود فانا العلاقة لما تكون بقى فيها سمية او فيها ازا لازم احط حدود صارمة. ولازم احط حدود يعني زي مسلا ايه بدل ما تبني الحدود دي من صور مسلا من آآ من سلك. ولا صور مسلا من طوب. لأ ابنيها من صور من حديد. ويكون صور عالي. علشان في الاخر انا مش هينفع انهي العلاقة مع مع الشخص ده. فلازم تكون الحدود بقى جمدة بقدر ما تستطيع. لازم توصل احتياجاتك وتوقعتك. و ايه اللي انت بتقبل و ايه اللي انت بترفضه. و يتعامل معك ازاي? ايه الحدود اللي هو ما يتجاوزهش معك? يتكلم معك بقى اني طريقة? اي كلمة متعجبكش تقول له مش قابلها. وهكزا. يعني لازم تكون حدودك واضحة مع الناس اللي انت مش هتكلم تقدر بقى انهي علاقة معهم? او مش هتقدر تنهي علاقة معهم تماما. رابع حاجة لما جي انهي اي علاقة لازم اتواصل بشكل فعيل. اتواصل وكون حازم جدا بشأن قرارتي. انا قرر اي لانا والله يا ابن الناس انا انت في حلاك وانا في حالي. خلص. احنا يا عم يا عم ربنا يسهل عليك و Learn سهل علي فس انا في حالك وانا في حالي. افضل حاجة لنا ان احنا ننفاصل عن بعد. افضل حاجة لنا ان احنا ما نعفش بعد تاني. ايا كان بقى نوع العلاقة يعني. لقدر لا بقى لو كانت علاقة جواز يعني. وطبعا خلاص بربنا شرع الطلاق علشان في الاخر لو لو استنفذنا كل الفرص ان احنا نحافظ على البيت فما بلي قد حيلة عشان كده ربنا شرع الطلاق. هو اه حاجة طبعا ما ما نحبهاش ان البيوت تتخرب بس في الاخر في بعض الاحيان هو ده الحل. فلازم حتى في اقوى العلاقات ان انا اكون واضح لما باجي بقول انا خلاص. انا مش هينفعك استمر في العلاقة دي. اه مش هينفع نكمل مع بعض. والله احنا كصحاب خلينا من بعيد. لما هشوفك عم هقول سبا ما عليكم واسكرك بكل خير. بس لازم تحدد ان انت لازم تقطع العلاقة. هتخش في جدلات هتخش في طب اخر مرة طب اول مرة طب مش اي حاجات بقى من الحاجات اللي احنا بنسمعها في اي علاقة يعني. تقف احنا اصحاب من زمان اي كلام. طالما انت اخدت القرية بلازم يتنفس. اه. في بعض الناس بتقول طب ما هو ان الخصام حرام والعلاقات وقطع العلاقات كده حرام وفيه طبعا احاديث وفيه ايات عن الخصام وعن ازاي الواحد ما يخصمش اه اخيه والكلام ده كله. تمام انا متفق تماما انا ما بخصمش انا بقطع علاقة. بقطع علاقة بمعنى ايه? مع الخصام. معناها انا لو شفتك هود وش الناحة تاني. انا مش هعمل كده. بس انا لو شفتك صدفة هقولك سلام عليكم وعليكم السلام. زي كده المسأل كده البلدي اللي كان بيقول ايه صباح الخير يا جاري انت انت في حالك وانا في حالي. هو ده الصورة بقطع العلاقة اللي انا اقصودها يعني ما بقصودش اللي انا بخصم انا بخصمش حد. انا عمري في حياتي ما بخصمش حد. بس في الاخر انا احدد انا اتعامل مع مين او ما اتعملش مع مين. يعني لما اجي انا علاقة محدة قلو يا ابني يا ابني بص يا ابني انت بص خلاص كده انت استنفست معي كل الحاجات. انت ابني ما اتكلمنيش تاني ومش كلمة تاني. بس لو قابلتك صدفة هقولك سلام عليكم. وليك عليا? ودي اهم النقطة بقى في قطع العلاقات ودي طبعا ايه? آآ لازم تاخدوا لكم منها كويسة او. مهما كنت عارف عن الشخص اللي انت هتقطع مع العلاقة. ده انساه تماما. اوعى تقطع علاقتك مع حد وتجيب اي حاجة من اللي كان بتحصلت منكم. او تتكلم عليه. او تقول انا قطعت علاقة معي علشان هو فيه 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 وتعد كل الشور اللي فيه. كل انسان مننا فيه حاجات كويسة وفيه حاجات وحشة. فبقى اسطر عيوبه علشان ربنا برضو تسطر عيوبك. فان انت برضو فيك عيوب. فما ينفعش ان انت تقطع علاقتك مع حد. هو يا عم خلاص الله يسهل له. هو انت بالنسبة لك بالنسبة لك كانت علاقة سامة. كان انسان مؤذي. بس في الاخر هتقطع علاقة تقطع علاقة باحترام. اي سر من اسراره خلاص ده اندفن معك او مع العلاقة اللي انتهت. ده اندفنت تماما. اوعى في يوم الايام تتكلم عليه. فدي بس حاجة حبيت ايه انوى عنها في النص. خمس حاجة ان احنا خلاص احنا حددنا العلاقة. اديت اولواية لنفسي. حطيت حدود. اه قررت نقطع العلاقة. توصلت بشكل فعال. لازم بعد كده نقطع اي اتصال. واي حاجة ممكن تجمعنا في مكان. او اي اماكن احتمال نتواجد فيها احنا الاتنين. يعني نشيل بقى ده من ده او نشيل ده عن ده ارتاح ده من ده. يعني يعني افصل او ابعد او ابعدي عن اي مكان ممكن يسبب ان انتو تتلقوا تاني. اه صاحب مشترك اه ما نروحلوش بقى الفترة دي. ما كان مشترك كنا بنروحه ما نروحلوش. اي حاجة بقى من الحاجات اللي ممكن تجمعنا. ده نحاول نقطعها تماما. ونحاول اللي احنا ما نتصلش معاها او نحاول اللي احنا ما نكونش موجودين فيها. سادس حاجة بقى اللي هو الحلقة بتاعت المرة اللي في عادة اللي انا اتشافة بقى. ان انا اركز على نفسي في اتشافي من العلاقة ومعالجة مشاعرك وترجع تاني تشيل كل اثار العلاقة السلبية دي في حياتك تشيلها وتنطلق بقى في المهام او الانشطة اللي بتسعيدك الحاجات اللي بتخرج من المود الحاجات دي جوية. طبعا ده بيرجع لو قوة كمان العلاقة يعني مش كل العلاقات زي بعض. في علاقات قوية بتحتاج وقت ان احنا نتشافة بعد انهاءها. وفي علاقات عادي يعني معادي ابطلنا نتكلم وخلاص واخلصنا مش مش مسبب لي حاجة في حياتي. بس المهم العلاقات القوية. العلاقات القوية لازم ناخد وقت بقى ان احنا نتشافة نتعافة كده زي ما تكلمنا بالتفصيل في الحلقة بتاعة المرة اللي فاتت. لو ما تفرجش عليها ارجع تاني هتلاقيها للحلقة اللي فاتتها لطول اتفرج عليها. اتمنى تكون مو واضحة كده يا شباب. لو في حاجة طبعا سيبوا لي في الكومنتيات اح خلينا بس نلخص اللي احنا قلناه في الحلقة دي. ان احنا اول حاجة قلنا ان اي علاقة سامة في حياتك لازم تنهيها. تنهيها بمعنى ان انا لو علاقة ملهاش لازمة خالص في حياتي او متأسرش في حياتي او مش في الصلة الارحم عندي فخلص فاقطعها وسط رايح. اه او احط لها حدود قصارمة وقوية لو هي علاقة ما ينفعش اقطعها. اه انهيها مش بمعنى اللي انا بخاصم انا بخاصمش احد. الخصام معناها ان انت بتضعي ويشك الناحية التانية لما بتشوفني. لأ احنا ما بنعملش كده. احنا بنقول احنا بنقطع العلاقة ان انا ما بتعاملش مع الشخص ده. بس في حالة اللي انا قابلته لازم اقول له سلام وعليكم وعليكم السلام. ده الاحترام وده الدين اللي بيقول لنا كده. اه حاجة اساسية لانا لما اجي انهى علاقة مع اي حد اي حاجة تخص الحد ده او الشخص ده بتندفن معي. بتندفن مع العلاقة اللي انا ده فانتها. اي اصرار اي متعلقات اي حاجة كم كم نتكلم فيها. اي عيوب اي حاجة. اه يعني استر اخوك عشان يستر عشان انهى علاقة لازم اول حاجة نتعرف على العالمات اللي في العلاقة اللي هي بتقول انها علاقة سامة. او علاقة مؤزية. تاني حاجة اللي انا لازم احطها اولوية لنفسي. واقول انا اولا ودي مش قانانية. تالت حاجة اللي انا لو العلاقة ما ينفعش لان اقطعها تاميما لازم احط حدود سارمة واضحة قوية مع الشخص ده. ان هو ميتعدهاش. يعني يبقى التعاملات في ادية ادية الحدود. رابع حاجة اللي انا لما اجي اخد قرار لانا انهي علاقة لازم اتواصل بشكل فعال وشكل قوي اه مع الطرف الاخر في العلاقة علشان اقول له انا هنهي العلاقة بكل صراحة بكل وضوح خامس حاجة اللي انا اقطع الاتصال تماما وتجنب اي مكان ممكن يجمعنا سوى او تجنب الاماكن او الاوقات اللي ممكن اقابله فيها سادس حاجة اللي انا اتشافى وان انا ارجع تاني لنفسي واشيل اي اصال من العلاقة المؤذية في حياتي ودي بالتفصيل هتلاقيها في الحلقة بتاعة المقال اللي فاتت اه ان شاء الله لو جديد معنا بنساش لسابسكرايب واشوفكم ان شاء الله فهذا اللي جاي على كل خير